شلالة تامدى أين تنساب المياه من أعلى الصخر في شكل شلال تنبت أسفله خضرة تنتج ملذ وطاب شلالة تامدى قبلة للصائمين الباحثين عن مهرب من أشعة الشمس الحارقة نحن من ضغط الصيام ونجوزه في الوقت نجينا للكرتة تامدى هذا في شهر الصيام تصبح تامدى قبلة للجميع ماء بارد وهواء منعش عذرية المكان سر جذاب الجميع إليها فتمدى صامدة رغم التهميش والله نتمنى التفات من السلطات منظر الله يبرك نقدر منطقة أثرية منطقة سياحية كاستلوم زقال أو شلالة تامدى قبلة للسواح والصائمين اليوم فمتى ستكون قبلة للمستثمرين ليتسنى للصائمين الاستجمام بكل راحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر